السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبايا متل اه اه حكينا كل مرة انه كل عمل بعمله بحب فرجيكم اياه بعد ما يخلص. وهاي البلوزة اللي كنت اعملت لكم الرسمة تبعيتها نزلت لكم اياها بالفيديو السابق. هاي الرسمة تبعيتها وراء الشجر المتداخلة. اه متل ما قلت لكم وفرجيتكم انا كنت جايبة ثلاثة شلات من الخيط يعني وزنوا ميت غرام. ميت غرام ثلاثة شلات صبايا. ثلاثة شلات اه من هادا الصوف من هاي النوعية من هادا الصوف. اه ميت غرام اه عمل معي اه الكنزة او البلوزة كلها يعتى اضل شوي منها صبايا بتلبس لعمر عشر سنين حسب كبر الطفلة يعني كمان عشرة اداش ما بلبس بازن الله. ومتل ما قلت لكم عملتها من هون خمسة وثمانين غرزة صبايا عملتها بالكتف الزاحط او السالت متل ما بيقولوا. اه من هون ومتل ما شفتوا انا قلت لكم بدي اعمل الكمام متل ما فرجيتكم بهاي الطريقة. اه الكمام مشان ازا حبيتوا تعرفوا عملتوا خمسة واربعين اه غرزة. اه مشان الرسمة يطلعوا معي اربع وراء الشجر وغرستين من البداية وغرستين من نهاية صبايا. وبظاهر الشغل متل ما شايفين كمان عملت خمسة وثمانين غرزة. حسب اه سمن الطفل او نحفو بالعدد الغرص بنتو بتعملوا صبايا. انا عملت خمسة وثمانين انتو فيكم تعملوا خمسة وسبعين واشتغلتها عن نمرة النمرة الابرة تلاتة ومص. بعدين هوني عملت الابة السبعة. متل ما شايفين صبايا هي الابة السبعة. انا بنزل فيديو فيها. بترجعوا على القناة بتشوفوا. اه بس تكتبوا ابي سبعة بتطلع عندكم. اه عملتها بس بطريقة اسهل ما ديك الطريقة ان شاء الله برجع بنزلكن ياها. من هون دخلته. وعملتها بالغرزة الوجه. وعملت قبل ما خلص اه تلات تسطور اه بالضهر الشغل مشان يطلعوا متل الوجه. وهاي هي البلوزة. اه ان شاء الله تكون عجبتكن. متل ما شايفين صبايا. ما اكلت معي كتير صوف. اكلت تلاتة مكبات. الا متل ما فرجيتكن. يعني ربع المكب ضل. فينك تعملي في اه اه بندانة فينك تعملي في اي شي شغلة صغيرة يعني صبايا. هاي البلوزة. وهلأ صبايا في كتير اه رجعت للفيديوهات وتفرجت شفت بعض الصبايا ما عم يعرفوا اه البداية تبعية الشغل. البداية سهلة صبايا كتير حابين يعرفوا انو كيف نعرف نعمل بداية الشغل. حبيت نزلكن ياها بطريقة كتير سهلة صبايا. هلا انا عم بعملكن عينة. عشر غرزات مثلا صبايا. بمسك الخيط. بهاي الطريقة. دخلو من جوا. بعملو هيك. صارت معي عقدي صبايا. از بتحبوا تعملوه على ابرة واحدة بتحبوا تعملوه على اتنين. انا ازا عم بستغل على ابر نعمين بعمل على اتنين صبايا. هيك بتكون اريح الي بالشغل. بنعيدة صبايا عمهنة بهاي الطريقة بتدخل الخيط من هون وبتسحبه. طريقة كتير سهلة بتحطيهم بالابرة بتشدي صبايا. بتاخدي الخيط هذا. الخيط الصغير. بتعملي هيك. من قلبه بتلفي الخير وبتسحبه. صارو اتنين. بنرجع صبايا. هي طريقة اسهل شي صبايا. بتلفي الخير وبتعملي غرزي. من هون صبايا. وهي بتلفية هيك. بتعملي غرزي. بترجعي هيك. بنعمو غرزي. بنظل بنعمل هيك حتى موصل للعدد اللي بدنا يا صبايا. كتير كانت بين انه الطريقة ما كتير عم تصعب لهم صبايا متل ما شفتو كتير سهلة للمبتدئات هي طبعا هيك. رح يدع لمحلي. اولا بمسك الخيط هيك صبايا. والابرة باخدها من هون. بلف الخيط عليها من تحت لفوق. وبشد الخيط. بهاي الطريقة. من تحتها. لف الخيط لفوق. وبشتغل. هلا انت هيد. فرضا يعني انا هيعينة صبايا. متل ما شفتو لانه عاملت على الابرتين. الغرزات مرتاحين. فينك تربطية للهيدي الطرفين. وفينك متل بعضها تمسكي. اول غرزة لانه هي اول سطر. مشتغلها مسلا عم نعمل غرزة وجه وغرزة مقلوبة. هاي غرزة الوجه صبايا. بترفع الخيط لفوق. بتاخدها من هذا الطريق. من تحت لفوق. بتلف الخيط وبتشتغلين. بتنزل الخيط. بتعملي غرزة الوجه. بنرجع بنرفع الخيط. بنعمل غرزة مقلوبة. واذا انت مبتدئة صبايا فينكم تحطوا اتنين وجه واثنين مقلوبين. بيكون اريح لكم اول شي. المقلوبة متل ما شايفين صبايا. من تحت اللبرة من تحت لفوق هيك. والخيط لفوق. وبشتغلها. الوجه بنزل الخيط. ومن هون. بلف الخيط وبشتغلها. برفع الخيط وبشتغل غرزة مقلوبة. بهاي الطريقة صبا. بينزل الخيط معي لتحت. من من هون لهون. برجع متل ما شايفين صبايا. هاي بس الصبايا اللي كتبولي. انو حابين ارجع عمللون غرزة البداية. هلا ظهر الشغل صحيح. بما انو عم نعمل وحدة بوحدة. بدنا ننتبه. انا ما بعرف مبتدئة. اللي الى هيكي لفة متل الرقبة صبايا. هاي مقلوبة. واللي هيكي لحالة. ليكو صبايا. اربي عليهم. ليكي هون مبينة. هلا متل ما شايفين. اول غرزة فيكن تشتغلوها فيكن تسلتوها سلة صبايا. معنات هاي هاي الغرزة وجه. معنات بهاي الطريقة صبايا. بانتحد وبلف الخيط. برفع خيط الى فوق. شايفين الصبايا كيف الى لفة? هاي مقلوبة. معنات بهاي الطريقة. نزل الخيط هاي العدلية او الوجهة. بهاي الطريقة. برفع الخيط من تحت لفوق. نزل الخيط بهاي الطريقة غرزة الوجهة. تمام صبايا? وضحت عليكم. هي برفع الخيط هاي غرزة المقلوبة. بهاي الطريقة. غرزة الوجهة. بهاي طريقة صبايا. برفع الخيط مع تعمل غرزة مقلوبة. نزل الخيط لتحت. اشتغلها بهاي الطريقة. برفع خيطي لفوق. لانه في كتير صبايا بيقولوا ونحن ما عم نعرف بدنا من اول خطوة. هاي من اول خطوة صبايا تشتغلوها. احكرر لكم السطر تالت والاخير. ان شاء الله هيك يكونوا وضحت عليكم. اول غرزة بنسلتها بين صبايا وصرنا بنعرف هاي معناتها الغرزة المقلوبة. هاي غرزة مقلوبة. هاي غرزة الوجهة. متل السنبلي صبايا. برفع الخيط وبشتغل غرزة مقلوبة. مع انتها من تحت لفوق. مع لفة الخيط. بنزل الخيط لتحت وهي السنبلي مع انتها بهادي الطريقة. بلف الخيط هيك ومنزل. برفع الخيط لفوق. اشتغلها. كتير بشكركم الصبايا. وبتمنى تحطولي اي شي ما عم تفهموه او اي شي بتحبوا اعملكم ياه. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك مشان تساعدونا ونوصلكم كل شي جديد صبايا وكل شي بتحبوه. مو متل ما شايفين صبايا انا. كل شي بتكتبوه بازن الله بنفز لكم ياه. ازن الله تعالى. واضحة عليكم صبايا. ان شاء الله تكون واضحة عليكم. اعملت لكم غرزة بغرزة. غرزة بغرزة. متل ما هيك وضحنا صبايا. واضحة بازن الله. هي مقلوبة. وهي السنبلي معتها غرزة وجه. برفع خيطي. غرزة مقلوبة. ينزل الخيط معي. غرزة الوجه عند السنبلي. برفع الخيط. صارت مبينة وواضحة صبايا. ما شرط تشتغلوا بالقبر الدائرية صبايا بالقبر اللي عندكم. بس انا متعودي عليهم وبرتاح فيهم فبشتغل اكتر شغلية فيهم صبايا. متل ما شايفين انا اشتغلت هالدورت هتبتوضح وتزهر عليكم الرسم. هاي هي الرسمة صبايا. متل ما شفتو كتير سهلة وبسيطة واي شي بصعب لكم بتمنى تكتبو. وتقولولي رأيكم بالكنزة ازا عجبتكم تكتبولي رأيكم فيها حلوة ولا ما حلوة. وان شاء الله تكونوا بخير. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة